دكتور عمر ازاي اهلا وسهلا فن كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب واخلك واخلك واحبابك كلهم بخير ان شاء الله وسائر الناس الله يبارك لك الله يبارك لك تفضل فن عندنا مشكلة فيه يعني ابن متزوج ومراته ثابته من سنة فراحت رفعت قضايا بدون اي اسباب خالص ونجري وراه ما جماعت عالو طيب نوعد طيب مش عارف طيب شوفوا انتوا عاوزين ايه ما بقى يوش يردوا علينا اقولوا احنا في المحكم رحت الوحدة اكلمت الازهر في القاهرة دوني رقم واحدة لم الشامل في الشرقية رحت لهم في الزازين وبصراحة الناس قاموا بالواجب وراحوا كذا مرة وبرضو كانوا رفضين وراحت رفعت طلق للضرر واتطلقت من القاضي طيب انا من غير ما ادخل في التفاصيل بس هي ايه حيث تطليق القاضي لها من الضرر حسب ما هي تكلمت وقالت او شهودها قالت انه ده ضربها في الشارع اعتبا جماعنا تعالوا اسبتوا واحنا رحنا واقعدنا مع الحكمين محضرتك عارف في حكمين اه طبعا في حكمة نورسة بيبقى في حكمين قبل ما يحصل بس يا سيدي خلينا اسأل حضرتك سؤال هي هي راحت وطلبت اطلاق لانها اتضربت في الشارع طيب اه هي على كلامها بس والله ما حصل احنا فيها مباركة لا يستحل احنا بنعملها معاملة زي اولاد احنا عندنا اولاد ده خليني اسألك يا سيد محمود لان يعني البكاء على النبي المسكوب ليس احنا دلوقتي حضرتك بتسأل ان حاسس ان انت تظلم ان ابن حضرتك تظلم بانه هي خادت حقوقها ولا احنا بنسأل لان عايزنا وجه لها كلمة بانها ترجع عشان اولادها ايه السؤال بالتحديد هو انا بتكلم انه احنا لما راحت المحكمة وكده احنا عاوزينها ترجع للأسف ده ان هم لما احطلقوا وهل ده مرادكم لغاية دلوقتي؟ نعم وهل ده مرادكم لغاية دلوقتي؟ قال انتوا عايزين ده لغاية دلوقتي؟ اه والله ما تغيرنا خالص احنا بنحكم طيب هم بينهم اولاد؟ اه طبعا فيه طفلي بقالوا سنة معاها اه ابن السنة يعني طيب ام جوازوا مستمر كم سنة؟ تلاتة ولا تلات سنين؟ لا 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 ده حوالي سبع تمن شهور يعني بس تعبتنا فيهم جامده واحنا ما بنحبش يعني نعمل حاجة تنظب ربنا خالص والله لو انا 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 اكلم حضرتك في حالتين في حالة ما اذا كنت انتوا عايزين ترجعوهم لبعه وفي حالة ما اذا كنت انت بتسأل طب احنا ظلمناها طب والدوت يا صحي منها ولا لا اجاوب حضرتك على الحالتين مش ده اللي هو السؤال؟ احنا اتفضل احنا عاوزين نرجعها تاني وتعيش بابنها تربيهي وجوزها احسن من الفصال طب ده يعلم ربنا احنا بنقول كده وده اللي رايدينه يعني وكويس انت اجلمتني عشان اوجيه لها كلمة اتفضل اتفضل يا سيد محمود الحاجة التانية ان احنا هل احنا ظلمناها بس والله ما في حاجة معشان كده اجاوب الى حضرتك يمكن حضرتك بتسمع من طرف واحد بس انا بقولك بناء عن الطرفين والله مرضى اصلا وظلمت في الدنيا هاروح في الاخر اعمليه اقول لحضرتك يا سيدي اقول لحضرتك انا اولا خليني ابتدي بالسؤال التاني تخيل انا عايزة ابتدي بالسؤال التاني احنا ظلمناه ولا لا انا اقول لحضرتك حاجة صعبة اوي ان حد بعد سبعة شهر جواز يريد طلب الطلاق من غير سبب فخلينا اقول لك حاجة ان احنا بدل وصلنا للطلاق وصلنا الى الاسرار على الطلاق لازم يكونوا مشكلة سببها الطرفين فاحنا لو عايزين نرجع تاني احنا مش هينفع نرجع تاني غير بعد ما يقابله حد متخص لان الفترة اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت دي عملت فجوة انا ما سميها الفجوة الزواجية ما بين الاتنين مش هيقدروا يهبروا البعض بمفردهم لازم حد يعمل لهم جسر واول اول لابنة في هذا الجسر او اول حاجة في الجسر ده ان الاتنين لازم يعترفوا ان هما ما كانوش في حالتهم المناسبة عشان يتغيوزوا الخلاف اللي بينهم يعني يا امه اللي اتنين حصل لهم حالة من حالات ان هما كانوا فقدين لمهارات ادارة الخلاف بينهم ممكن ابن حضرتك حتى لو مضربش لكن اهان او عمل اي شيء فيه نوع من انواع العنف حتى ولو كان العنف ده مش عنف جسدي فاي اللي حاصل فاي طلع عندها فوبيا ان حد يقرب منها او حد يضربها او حد كده فاعتبرته ضربها او هو فعلا ضربها واحنا مش بنقول كده يبقى الحل هو ايه الحل ان الاتنين لازم يحصل لهم نوع من انواع التأهيل لو كنا عايزين نرجعهم مع بعض يعني مش الحل ان احنا نرجعهم مع بعض فزي ما بيقول فترجع ريمة لهادتها القديمة لا ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عايزين نرجعهم يبقى الاتنين لازم يتأهلوا يتأهلوا يعني ايه اذا ما قدروش ياخدوا دورة تدريبية في ادارة الخلاف والتواصل الرحيم احنا كان عندنا ندوة فترة عملناها عن واحنا بنعمل دعم جماعي للازواج عملنا حاجة اسمها التواصل الرحيم هم محتاجين يفهموا يعني ايه تواصل الرحيم لان واضح ان هو ده نقطة الخلاف اللي بينهم يبقى حاجة احنا ظلمناهم ولا لا انا بقول الاهم من فكرة الظلم ان احنا مين عايز يشترك في الحل الاتنين لازم يشتركوا في الحل طب يرجعوا امتى قبل ما يرجعوا لازم يحصل لهم تأهيل عشان ده ما يتكررش مرة تانية لان اذا احنا خرجنا والولد او البنت في فترة ما يدركوش ومع ان الاطفال على فكرة حتى وهم اجينا بيدركوا يعني ما نتصورش ان الابن مش هيدرك ده احنا محتاجين نجعل البيت ده يلتقم بسرعة ومركز الارشاد الزواجي يرحب بحضراته يرحب بهم هما الاتنين لما يكون قرارهم ان هما يرجعوا لبعض لان ده قرارهم هما الاتنين مش قرار الاسرتين لازم هما اللي يكونوا مقررين ان هما يرجعوا مع بعض عشان هما ساعتها يقرروا ان هما يخودوا تجربة تغيير بعض استماعات